على الرغم من نجاح فيلم أمريكا سنايبر من إخراق لينت ستود ومن بطولة برادلي كوبر وتحطيقه إرادات عالية جدا في شباك التذاكر خلال أسابيع اللي فاتت لكن في حالة من الجدل مصارى حوله في التقرير اللي جاي حنعرف كل الأسباب على الرغم من نجاح هذا الفيلم في شباك التذاكر الأسابيع القليلة الماضية يبدو أن هناك الكثير من الجدل حول أمريكا سنايبر من إخراج كلينت إيستود وبرادلي كوبر لا يفهم السبب بدأ الفيلم بإثارة الجدل بعد أن أثار مخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور عبر تويتر قائلا إن القناسين جبناء وذكر سياثروجن أن الفيلم ذكره بفيلم دعائي نازي ظهر في فيم كوينتين تارنتينو إنجلوريس باستردز عند التحدث إلى الصحافة في مناسبة حديثة برادلي الذي رشح لجائزة أوسكار كأفضل ممثلا عن دوره في الفيلم ذكر أن المرأة أثناء تصوير الفيلم لا يعرف ما إذا كان سيحظى بعجاب الناس عند عرضه نهي كما إذا كان سيتسبب بجدل سياسي بين من يشاهدونه ووضح أن الجدل يشتت الناس عن رسالة الفيلم وهي أن 22 جنديا عائدا إلى وطنه يقدمون على الانتحار كل يوم وأن من الواجب مواجهة هذه المسألة على الرغم من الجدل ما زال الفيلم يتصدر قمة شباك التذاكر منذ صدر وقد كسب حتى الآن أكثر من 30 مليون دولار أكيد حياة المشاهير كلها إثارة وجدل ودائما النجم اللي بيكون مترائب من الجمهور والصحاف والإعلام وبيقيمه كل تصرفاته سواء كانت السلبية أو الإيجابية لكن يا ترى مين هما المشاهير الأكثر إثارة للجدل في العالم تعالوا نشوف دلوقتي حال عندما يكون المرء من المشاهير هناك أمر واحد مؤكد وهو أن الناس سيتحدثون عنه على نحو سلبي أم على نحو إيجابي ويوجه الناس أنظرهم دائما إلى تحركاته وما يفعله إليكم المشاهير الأكثر إثارة للجدل ثلاث سنوات الماضية شاهدنا الكثير من العثرات في حفلات توزيع الجوائز وعادة كانت تتعلق بفقدان جينيفر لورنس توازنها لسبب أو لآخر لكن في حفل سكرين أكترز جيلد كانت نايومي ووتس صاحبة المرتبة العاشرة التي لم تستطع التوازن وألقت اللوم في ذلك على ثوب أما ستون تملك لهما في بيردمان والذي حصل على جائزة أفضل أداء لتاقم عمل لذا اعتلأ الكثير من نجومه المنصة لإلقاء خطاباتهم وارتدت ستون ثوبا بدأ نصفه العلوي رسميا في حين كان نصفه السفلي فطفاضا في حين تقدمت نايومي من المايكروفون علقت قدمها في الثوب وبدأ على وجه أمر رعب لحسن الحظ تمكنت ووتس من الحفاظ على توازنها ولم تكن بحاجة إلى ضماضات طبية في المرتبة التاسعة لدينا أنجلينا جولي التي وعلى الرغم من تغيير مهنتها من ممثلة إلى مخرجة لم تنسى مبادئها الخيرية فقد سافرت مؤخرا إلى العراق لتقديم الدعم إلى أكثر من ثلاثة ملايين مهجر بسبب غزو داعش وذكرت أن الكثير من الأبرياء يدفعون ثمن النزاع في أنباء أكثر بهجة انتقل شون فان بعلاقته مع شارليز ترون إلى مستوى جديد بتقديمه طلبا لتبني ابنها جاكسون شارليز تبنت جاكسون عندما كان في الشهر الرابع من عمره والدلالة الجديدة للالتزام أثرت مجددا الشائعات عن زواجهما بمناسبة الحديث عن الأبوة يبدو أن راين رينولز في المرتبة السابعة يتأقلم مع دوره الجديد جيدا وقد وضح أن الشعور بالإرهاق والسعادة في الوقت ذاته أمر رائع قال الممثل مازحا أنه حتى جرب إرضاع الطفلة وأضاف أنه أمر محبط بالنسبة لها ومزاج بالنسبة إليه راين وزوجته بلايك ليفلي أنجب مولودهما الأول شهر ديسمبر أي بعد عامين من زواجهما تتكتم أما واتسون صحبة المرتبة السادسة عن خطتها المستقبلية منذ فترة لكنها صرحت عن السبب مؤخرا أخبرت النجمة طفلة معجبها بأنها ستلعب دور البطولة في الفيلم المشتق من قصة الجميلة والوحش هذا الفيلم هو جزء من سلسلة من أفلام رسوم ديزن الكلاسيكية التي يتم تحويلها إلى أفلام حقيقية سيقوم بإخراجه بيل كوندن مخرج توايلات ستعمل واتسون مع ستيفن شباسكي الذي عملت معه في Perks of Being a Wallflower وهو الذي كتب نص الفيلم المؤكب بالنسبة إلينا هو أن الدورة يليق بها حقا تيلر سويفت أحدث نجمة يتم اختراق حسابيها على انستغرام وتويتر لكن كما عهدنا ردت بأفضل نحو على الإطلاق ما إن استعادت السيطرة على حسابيها كتبت سويفت عبر تويتر لا شيء يفعله المخترقون سوى الاختراق ملمحة إلى أغنية Shake It Office الشهيرة بعثت أيضا رسالة إلى المخترقين متمنية لهم التوفيق إذ اعتقدوا أن لديهم صورا فاضحة لها وكتبت حظا موافقا بتعديل الصور لأنكم لم تحصلوا على شيء المسؤولون عن الاختراق يقالوا أنهم ذاتهم الذين أغلقوا فيسبوك وإنستغرام لبعض الوقت مؤخرا وهم ذاتهم الذين اخترقوا سوني بلاي ستيشن وأكس بوكس لايف العام الماضي لحسن الحظ كان هدفهم الأخير صعبا جدا وتم إصلاح ما خربوه على الفور الممثل كريس باين حضر مؤخرا مهرجا سوندانس السينمائي حيث تم الخلط بينه وبين راين رينولز ذكر كريس في مقابلة حديثة أن معجبا مرتبكا طلب منه توقيع صورة لراين وقد فعل ذلك محرجا وعلى الرغم من أنها قصة مضحكة جعل ذلك التوقيع مميزا حقا وأكثر قيمة من قيمة توقيع راين الحقيقي أو حتى إن كانت صورة لباين في مسألة أكثر جدية بخصوص المهرجان يبدو أن صاحب المرتبة الثالثة إيميل هيرش يتم التحقيق معه بعد دعاءة بالتهاجم والضرب في مهرجان سوندانس تزعم التقارير أن نجمة لون سيرفايفور تورط في شجار مع إدارية سينمائية في حفلة بعد أن استدعت الشرطة إلى النادي الليلي بعيد الساعة الثالثة صباحا يتم التكتم على كل التفاصيل بخصوص ما حدث فقد أعلنت الشرطة المحلية أنها قضية مفتوحة كما يبدو لم يتم القبض على أحد لكن كان على إيميل التنبه لسلوكه الآن على أقل تقدير وقعت هذه الحادثة في وقت غير ملائم في الدعاية السلبية قد تؤثر على فيلمه الأحدث تين ثاوزن سينس الذي عرض أول مرة في هذا المهرجان وأخيرا لدينا في المرتبة الأولى الوسيم الإنجليزي جود لو والذي ينتظر إنجاب صديقته السابقة كاثرين هاردين مولودتهما تم نشر النبأ عبر انستغرام حيث وضعت صورا لحفل استقبال المولودة الجديدة أكد السنائي السابقان على الحمل شهر أكتوبر من العام الماضي ووضح متحدث باسم لو أنه على الرغم من انتهاء علاقتهما إلا أنهما ملتزمان تماما بتربية طفلتهما وهي الابنة الخامسة للممثل فلديه أيضا ابنان مراهقان وابنة في الثالثة عشر من عمرها من زوجته السابقة سيدي فروست إضافة إلى ابنة في الخامسة من عمرها من صديقته سمانثة بيرك يعتقد أن هاردين في الشهر الثامن من عمرها لذا نتوقع أن يتم إنجاب ابنته الجديدة في نهاية شهر فبراير تمنيتنا بالتوفيق لكل المعنيين من الواضح أن جود أب رائع ولا شك في أن كاثرين ستكون أم رائعة أيضا أحدث أغنية منفردة للمطرب باندا بير حملت عنوان بويز لاتن والناس كتير شايفين باندا صوت جديد حتما ومميز وبيصنع موسيقى مختلفة أرى كتير إتقالت فيه هنعرفها حالا في التقرير اللي جاي إنها أحدث أغنية منفردة لباندا بير بعنوان بويز لاتن وهو صوت جديد حتما لم نسمعه من قبل وهو جديد أيضا بالنسبة إلى المنتج الذي يصنع الموسيقى منذ أواخر التسعينيات خلال هذه السنوات من الواضح أنه تعلم الكثير وهذا الألبوم هو دليل واضح على ذلك موسيقى 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 ولكن أثناء الثاني هو أن أتحاول أن أتحاول أي شيء من هذا الأشياء. ألبومه الجديد Panda meets the Grim Reaper يتمتع بصبغة مبطنة مظلمة لكن في الواقع يحتوي على رسالة إيجابية مخبأة في عمق مضمونه كما تتحدث عن الأشياء في الأشياء في القناة لا أتبعا أنها تتحدث عن الأشياء تتحدث عن كثيرا أن تتحدث عن عمرات مختلفة يتحدث عن شيئا ويصبح مختلفة كما نكبر ونبتعد عن بعض الأشياء في حياتنا باندا بير يعرف أن عليه اعتناق التغيير حتى في الأشياء الواضحة كالتقدم في السن وتحمل المزيد من المسئولية ولعل هذا ليس حلم الجميع في حين تتميز موسيقاه بسبغة جذابة ويمكنه حقا تغيير مفاهيم مستمعي فهناك أفكار جدية في كل أغنية يصدرها موسيقى إذا كانت تحديد مفاهيم 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 يمكن أن تكون مفاهيم 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 ويشعر أكثر من مفاهيم مفاهيم اشتركوا في القناة